موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج The Press Corner وكالعاد إليكم أبرز ما تناولته الصحافة العالمية حول ليبيا هذا الأسبوع البداية من النهج الذي تسلك الولايات المتحدة في تعاطيها مع قضايا الشرق الأوسط ومقال نشرته مجلة Foreign Policy الأمريكية للكاتبة أليكساندرا ستارك ناقشت فيه فشل الإدارات الأمريكية المتعاقبة في سياستها الخارجية تجاه صراعات المنطقة وتقول الكاتبة إن نهج الولايات المتحدة في تمكين الجهات الفاعلة المحلية لخوض حروب لا تريد واشنطن خوضها في الشرق الأوسط لم تحقق الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة مشددة على أن نهج الوكيل في نزاعات الشرق الأوسط قد فشل تماما وأن الوقت قد حان للتركيز على استراتيجية جديدة تقوم على الاستثمارات الكبرى في التنمية والديبلوماسية وترى الكاتبة أن الحروب بالوكالة في ليبيا وأماكن أخرى كانت مدمرة للأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة وأفضت إلى نتائج عكسية أطالت من أمد النزاعات وجذبت شركاء واشنطن إلى صراعات تجعلهم أقل أمنا حسب تعبيرها وتتابع الكاتبة بأنه يجب على الولايات المتحدة التخلي عن أسلوب تقسيم الفرق وبدل من التركيز على أهداف استراتيجية محددة بدقة يجب بناء سياسة تجاه الشرق الأوسط تقوم على تعزيز رفاهية الإنسان لضمان إنهاء الحروب بالوكالة إلى الأبد وتضيف أن على واشنطن إعادة تقييم علاقاتها مع شركائها الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية وأن تشترط الاستمرار دعمها لهؤلاء الشركاء إنهاء التدخلات في دول المنطقة والانخراط في ديبلوماسية بناء أو معالجة قضايا حقوق الإنسان في الداخل تختم الكاتبة بالقول إن السياسة المبنية على زيادة الاستثمار في التنمية والديبلوماسية ستكون أقل تكلفة من استراتيجية واشنطن الحالية في الشرق الأوسط وأكثر فاعلية بحسب تعبيرها في السياق ذاتي نشرت شبكة CNN الأمريكية مقالا للكاتبة في فيانسلا ما أوردت فيه تصريحات مسؤولين أمريكيين للشبكة بشأن تراجع إدارة ترامب عن التدخل في الحرب الليبية وتقول الكاتبة إنه في الوقت الذي تقدم فيها العديد من الدول المساعدة للفصائل المتحاربة في ليبيا وجد الرئيس ترامب نفسه وسط مجموعة من الأطراف التي أقم معها علاقات وثيقة خلال فترة رئاسته ما دفعه إلى البقاء بعيدا عن المعركة في ليبيا وتركهم يدافعون عن أنفسهم حسب تعبيرها وتنقل الكاتبة عن مجموعة من المسؤولين الأجانب والأمريكيين قولهم للشبكة إن المناشدات الأخيرة من قبل قادة الدول الفاعلة في ليبيا لترامب من أجل الانخراط في الصراع لم تلقى آذانا صاغية وإن الأخيرة قال لهم بأنه يفضل عدم التورط في صراع فوضوي آخر في الشرق الأوسط ويتابع المسؤولون قولهم إن ترامب أخبرهم جميعا أن يفضل تجنب التورط في ليبيا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية داعيا إياهم إلى حل مشاكلهم فيما بينهم وتشدد الكاتبة على أنه حتى مع اصدقاد احتمالية اندلاع الحرب في ليبيا لم يسعى ترامب لإقناع أي من حلفائه لتجنب الخوض في صراع شامل حسب تعبيرها ناقلة عن مسؤول أمريكي قوله أن ترامب عادة ما يخبرهم بأن يفعلوا ما يريدون وأنه لن يخبرهم ماذا يجب أن يفعلوا تختم الكاتبة بالإشارة إلى قول مستشار الأمن القومي لترامب روبرت أوبراين أن الولايات المتحدة طرف فاعل ولكنه محايد في الصراع الليبي وعلى عكس ما سبق نشر موقع المونيتور الأمريكي تقريرا خلص فيه إلى أن النشاط الدبلوماسي الأمريكي تجاه ليبيا خلال الأيام الماضية قد يفضي إلى تحول في مسار النزاع القائم وتقول الشبكة أن دعوة إدارة ترامب الأسبوع الماضي إلى وقف إطلاق النار وتجديدها على أن محاولة الاستفادة من حقول النفط أمر محظور على أولئك الذين يسعون للكسب من الحرب جاءت في توقيت جيد حيث تتزايد مؤشرات تصعيد القتال بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا مع ميليشيات حفتر الولايات المتحدة تسعى للانخراط بشكل كامل مع أصحاب المصلحة الليبيين والخارجيين بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين وذلك لمحاولة إيجاد حلول لوقف إطلاق النار في إطار محادثات الأمم المتحدة الموقع يعلق بأن بيان إدارة ترامب بشأن ليبيا الأسبوع الماضي هو دبلوماسية جديدة للرئيس ترامب قد تفضي إلى تمكين الولايات المتحدة من وضع العملية السياسية في مسارها الصحيح كما أنه يضع واشنطن كلاعب رئيسي في المنطقة هو أمر يظهر بوضوح من خلال رسم إدارة ترامب الخطوط بشأن النفط الليبي والتي تعتبر رسالة موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحفتر بحسب الموقع ويرى موقع المونيتور أن الولايات المتحدة ليست اللاعب الخارجي الوحيد الذي يتموضع لممارسة النفوذ فبوتين نجح في أن يكون طرفاً في الصراع الليبي ووسيطاً محتملاً في أي صفقة محتملة حيث تدعم روسيا حفتر على الرغم من أن العلاقة بينهما هي علاقة مصافحة وليس احتضان بحسب الموقع كما أنها تواصل العمل الدبلوماسي في حين تبيع الأسلحة لكل من مصر وتركيا ويشدد المونيتور على أنه مع إضاح واشنطن أن النفط الليبي سيبقى في مكانه حتى يتم التوصل إلى اتفاق فينبغي على بوتين وحفتر إيقاف دفاعهما في محاولة الاستفادة من الحرب حيث أظهر ترامب استعداده لاستخدام العقوبات وهم يعرفون بأنه جاد بحسب الموقع ويختم المونيتور بالقول أن تحركات واشنطن الأخيرة قد تكون منحة ترامب الميزة الدبلوماسية على حساب بوتين وأن إدارة ترامب في وضع جيد للآن لحمل الأطراف الرئيسية على التراجع للحديث حول هذا الملف ينضم إلينا من تونس عبر سكايب مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا الأستاذ راشيد خشانة أهلا بك سيد خشانة أبدأ معك من صحيفة فورينج بوليسي الأمريكية والتي قالت أن أهداف واشنطن الاستراتيجية هي محاربة الإرهاب والحد من نفوذ إيران وهي ترى أن الحرب في ليبيا كانت مدمرة لهذه الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها وجاءت بنتائج عكسية كيف يمكن برأيك أن يؤثر ما يجري الآن في ليبيا على استراتيجية واشنطن في المنطقة سأل خير سيدة شيمة تحياتي إليك وإلى المشاهدين والمشاهدات الكرام في الحقيقة هذا الموضوع موضوع الموقف الأمريكي من الوضع الليبي هو موضوع في غاية الأهمية لأن تأثيراته وتداعياته ستكون كبيرة على التعاطي مع المنطقة ككل والمعروف أن الموقف الأمريكي من ليبيا تغير وتبدل عدة مرات وخاصة عندما كانت علاقات متوترة في القرن الماضي ووصلت الأمور إلى حد قصف ترابلس وبنغازي في سنة 84 من القرن الماضي على يد الرئيس ريجن وبعد ذلك أتت العقوبات الدولية التي فردت على ليبيا أيضا والتي كانت الولايات المتحدة تتزعمها وتسعى إلى ضبط ليبيا عن طريق هذه العقوبات بعد ذلك صار هناك انفراج والانفراج تحول إلى علاقات طبيعية بين الطرفين إلى أن جاءت الثورة الليبية عندما جاءت الثورة الليبية في فبراير 2011 في الحقيقة الإدارة الأمريكية وخاصة وزارة الخارجية ممثلة في الوزيرة هيلاري كلينتون سيد عشيد أعتذر عن المقاطعة لكن دعنا نذهب من 2011 إلى يومنا هذا عن استراتيجية واشنطن في يومنا هذا الاستراتيجية في هذا اليوم هي تنبع من الموقف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في 2011 عندما دعمت الثورة الليبية من خلال دعمها لبقية الثورات التي قامت ألذاك في تونس وسوريا وغيرها ولكن منذ اغتيال السفير الأمريكي في مقر القنصرية الأمريكية في بنغازي في 2012 يوم 11 سبتمبر 2012 انسحبت الولايات المتحدة واتخذت قرارا بالانسحاب من الساحة الليبية وظلت تتعاطى مع ليبيا فقط من خلال القصف الذي يستهدف بالطائرات الأمريكية بعض من تصانفهم الولايات المتحدة في خانة القاعدة أو داعش فلاحظنا أن القوات الأمريكية ليس لها من دور في ليبيا في تلك الفترة منذ تلك الفترة سوى القيام بعمليات مثل هذه عمليات الاستياد إن صح التعبير لكن اعتمدت الولايات المتحدة في هذه الفترة من 2012 إلى اليوم اعتمدت كما أشار إلى ذلك التقرير على بعض حلفائها وخاصة من إيطاليا سيد رشيد هذا ما تحدثت عن الصحيفة والتي تطرقت لفشل واشنطن في ليبيا وأيضا في سوريا وأرجعت إلى اعتمادها على الأطراف الإقليمية والحرب بالوكالة واقترحت أن تشترط واشنطن لاستمرار دعمها لحلفاء الإقليميين إنهاء التدخلات في المنطقة هل تعتقد أن لواشنطن في ظل الإدارة الحالية إدارة ترامب لية حقيقية في الضغط على الدول الإقليمية لإيقاف التدخل في ليبيا وسوريا وغيرها من صراعة المنطقة بالتأكيد الآن نلاحظ نوعا من الرجوع الأمريكي القوي إلى الساحة الليبية ولكن علينا أن لا ننسى أن القرار السياسي في الولايات المتحدة منقسم بين أربع أو خمس مؤسسات رئيسية هي مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض البرلمان بغرفتيه والبنتاجون ووزارة الخارجية وفي الفترة الأخيرة خاصة منذ إطلاق خليفة حفتر هجومه على ترابلس لاحظنا أن هناك صراع بين طرفين بين الخارجية التي تريد أن تأخذ موقفا صارما من تعديات حفتر وهجوماته على المدنيين وغير المدنيين ومن ناحية أخرى موقف البيت الأبيض المدفوع ببعض العرب الذين نصحوا الرئيس ترامب بأن يقف إلى جانب الجنرال حفتر وكانت من هنا المكالمة الشهيرة بينهما بعد أيام قليلة من إطلاق الهجوم على ترابلس إذن السياسة الأمريكية تتغير الآن ولكنه تغير بطيء ولا يتخذ كل الأشكال لكن الشيء الواضح والحاسم هو أن الولايات المتحدة لا تريد أن تعتمد على شركاء محلي كما أشار إلى ذلك تقرير في سيانان وأيضا تقرير فورن بوليسي وتريد أن تقوم هي نفسها بالدور الذي تريده من علامات ومؤشرات هذا الدور الجديد البيان الذي صدر قبل أيام من السفارة الأمريكية في ليبيا والذي أكد على أربع نقاط هامة جدا أولا أنه انتقد وهاجم ما سمه دخول المرتزقة والمتعاهدون العسكريون الخواص إلى ليبيا هذه العبارات هي عبارات جديدة في بيانات الإدارة الأمريكية سواء البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أيضا هذا البيان أكد على محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع من أجل إقامة وجود عسكري دائم هذا أيضا كلام موجه لبعض الأطراف من بينها مصر التي تريد أن يكون لها وجود دائم بعنوان حماية مصالحها القومية لجهة الحدود مع ليبيا إذن هناك عدة مفردات جديدة في الخطاب الأمريكي تعكس في تقديري نوعا من المنعرج أو المنعطف موقع المونيتر الأمريكي هو أيضا تحدث عن استراتيجية جديدة لواشنطن يقول أن هناك ملامح جديدة تجاه ليبيا خصوصا بعد دعوة مستشار الأمن القومي الأمريكي لوقف إطلاق النار وتصريحاته بشأن حقول النفط هل ترى أن ذلك يعد بوادر استراتيجية جديدة لولايات المتحدة تجاه ليبيا بالفعل في وقت يقول في مسؤولون أمريكيون صراحة لشبكة CNN أن ترامب لا يريد التورط في صراع فوضوي آخر في الشرق الأوسط خاصة قبل الانتخابات الأمريكية كيف نفهم هذا التناقض إذن؟ لا أعتقد أن هناك تناقض يعني الموقف الأمريكي يريد أن يعود إلى المنطقة ولكن بدون أن تكون هناك خسائر بشرية وخاصة قبل الانتخابات الأمريكية إذن هو يريد أن يدفع بعض الحلفاء إلى أن يلعبوا الدور الأول والولايات المتحدة خلفهم مثال ذلك الموقف التركي وتركيا عضو في الحلف الأطلسي وحليف أساسي للولايات المتحدة وهي تلعب دورا حيويا الآن في ليبيا فدعم هذا الموقف ولو يكون هذا الدعم غير مباشر مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة أن يكون هناك من يتصدى للتغلغ الروسي وأعتقد أن دخول عناصر فاغنر إلى الساحة الليبية والدور الذي يلعبوه جعل الولايات المتحدة تستفيق إن صح التعبير وتسعى إلى العودة إلى المنطقة بقوة وإلا فإن ليبيا ستكون من نصيب موسكو وليس من نصيب القوى الغربية التي ربطت علاقات عريقة مع ليبيا وأصبحت لها مسارح كبيرة فيها في سياق استيقاظ واشنطن كما وصفت الوضع الموقع أيضا يقول أن على بوتين وحفتر إيقاف دفاعهما في محاولة استغلال الحرب وأن ترامب أظهر جدية في استعداده لفرض العقوبات هل ترى أن التلويح بفرض عقوبات أي كان نوعها على بوتين وحفتر كافا لتغيير تحركاتهما في ليبيا وإن كان كذلك إلى أي مدى ستغير ذلك المشهد خلال الفترة القادمة أنا أعتقد أن ما قاله مستشار الأمن القومي أوبراين هام جدا ويجب أن نتوقف عنده هو المؤشر الأساسي على وجود هذا التحول وأعتقد أن الولايات المتحدة كما قلت ستتدخل خطوة فخطوة وليس مرة واحدة يعني كلما جدها جديد مثلا الآن الموانئ النفطية والهلال النفطي المعطل هو سبب من أسباب الكلام القوي الذي قالته الولايات المتحدة في البيانة الأخيرة أشارت بشكل واضح وبسبيل الصريح العبارة إلى ضرورة إعادة تدفق النفط في إطار الشفافية قالت في إطار الشفافية ولكن بالتأكيد هي تعتقد أن عودة ضخ النفط وبالتالي إنهاء الإجراءات التي فرضها حفتر وجماعته على الحقول النفطية هو أمر بارز في الموقف الأمريكي الجديد ماذا عن العقوبات؟ العقوبات طبعا هي ستأتي عندما لا تفل القرارات السياسية في الطرف المعني بهذه التهديدات عندما لا يستمع إلى هذه التهديدات لا أستبعد أبدا أن تكون هناك عقوبات أمريكية من أصناف مختلفة تجاه العناصر التي تعتبرها هي المسؤولة عن تعطل الوضع الحالي مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا الأستاذ رشيد خشانة كنت معنا عبر السكايب نشكرك شكرا جزيلا إلى صحيفة ييني شفاكة تركية التي أوردت مقالا لمستشار الرئيس التركي ياسين أكتاي خلص فيه إلى أن تركيا أفسدت جميع مخططات الاستغلال والتقسيم التي كانت تحاك لليبيا ويقول أكتاي أن وصول تركيا إلى ليبيا بدعوة رسمية وشرعية كشف ما وصفها بحية لعش الأفاعل التي كانت توضع في ليبيا بهدوء فأظهر مخططات الانقلاب وانتهاكات حقوق الإنسان والمجازر التي ارتكبها مجرمو الحرب ودعموه وتبع أكتاي متعجبا مما وصفها بالجرأة في اتهام تركيا بارتكاب جرائم حرب بسبب دعمها لحكومة الوفاق ويرى أكتاي أن الخطاب الذي وجهه حفتر الأسبوع الماضي لميليشيات الجماعة المدخلية السلفية التي تشترك في نفس الأيديولوجية مع تنظيم الدولة يعد مثالا لهذا الخبث بحسب تعبيره وفي حديثه عن زيارة برنارد لفيلي ليبيا يقول أكتاي أن الأخيرة دعا أن ليبيا هي جبهة حرب في العالم الإسلامي بين الإسلام الراديكالي والإسلام التنويري ممثلا بالإمارات هذه الأخيرة التي شدد على أنها تحشد الإنقلابيين والإرهابيين والجواسيس والقتل كلما كان هناك أدنى تحرك نحو الديمقراطية في أي جزء من العالم الإسلامي ويوضح أكتاي أنه في وقت تتهم فيه تركيا بزعزعة حلف الناتو وانتهاك حضر الأسلحة في ليبيا دون ذكر اتفاقيتها مع حكومة الوفاق يتم التغاضي عن دعم فرنسا الصريح للانقلاب حفتر ودعمها لمنظمة حزب العمال الكردستانية الإرهابية ويختم أكتاي بالقول أن على أولئك الذين يشتكون من ظهور تركيا في المشهد أن يتخلوا عن رغباتهم الاستعمارية وأن يتوقفوا عن البكاء بحسب تعبيره الآن إلى صحيفة ميديا بارت الفرنسية التي أوردت مقالة للكاتب ريني باكمان نقش فيه أساليب وأهداف حفتر للوصول إلى السلطة وفشل فرنسا في سياستها المزدوجة في ليبيا ويقول الكاتب إن رهانات حفتر العسكرية وقرارته السياسية الغريبة وتغير خياراته الدبلوماسية وتحالفاته الدولية المتباينة كلها نابعة من مدى قدرتها على تمكينه من السيطرة الكاملة على البلاد وخلافة القذافي مؤكدا أن هذا ما يفسر قبوله ثم رفضه اتفاقية الصخيرات كما يفسر علاقاته المتغيرة مع موسكو وفاريس وواشنطن وصيلاتها بجزء من الوطن العربي وحولها الدعم الفرنسي لحفتر يرى باكمان أن فرنسا امتنعت عن انتقاد أساليب حفتر الوحشية والإجرامية كما أنها لم تدن انتهاكات حضر الأسلحة المستمرة لصالح حفتر من قبل الإمارات فكانت النتيجة أن فرنسا متهمة الآن باللعب المزدوج والكلام المزدوج ما يضعف موقفها الدولي لا سيما حملتها الدبلوماسية ضد تركيا يتابع بأنه ورغم أن الرئيس الفرنسي إيمالويل مكخون تفاخر بنجاحه في الجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الصراع الليبي فإن الرهان الذي طرحه بإقامة انتخابات خلال سبعة أشهر لم يكن واقعيا ولم يتحقق أبدا ويعلق الكاتب أن باريس تحاول بكل الوسائل إعادة الاتصال مع سلطات ترابلس متسائلا عما إذا كان ذلك تغيرا في موقف فرنسا التي تتحمل مسؤوليات كبيرة في المستنقع الليبي بحسب تعبيره الختام من موقع ديفنس نيوز الأمريكية المتخصص في الشؤون العسكرية ومقال للكاتب توم كينغتون نقش فيه اعتماد الدول الفاعلة في ليبيا على الحرب الجوية ودورها في تغيير توازنات القوة على الأرض ليبيا تتحول إلى ساحة حرب جوية هكذا عنوان الكاتب والتقرير قائلا إنه خلال الحرب بالوكالة التي تشهدها ليبيا هذا العام امتلأت سماء الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بالطائرات دون طيار التركية والصينية وطائرات ميج 29 الروسية ومغاج الإماراتية ليبيا تحولت هذا العام إلى ما يشبه مختبرا للحرب الجوية هكذا يصف الكاتب توم كينغتون المشهد العسكري في ليبيا في تقريره في موقع ديفنس نيوز الأمريكي الموقع ينقل عن دوغلاس باري الخبير العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن قوله إن الساحة الليبية تؤكد قيمة وأهمية القوة الجوية ويقول الموقع إن الطائرات دون طيار الصينية طراز وينغ لونغ التي تديرها الإمارات قصفت أهدافا مدنية في إبريل من العام الماضي ما يعكس الانتشار السريع للطائرات المسيارة الصينية في جميع أنحاء الشرق الأوسط تركيا الدفاع الجوية الروسية بانتسر ما أدى إلى انهاء طموحاته في الاستيلاء على طرابلوس استخدام تركيا لطائرات تي بي 2 في ليبيا غير قواعد اللعبة بحسب أحد الخبراء العسكريين ففي يوليو من العام الماضي أفادت البي بي سي نقلا عن تحقيق سري للأمم المتحدة أن هجوما صاروخيا على مركز للمهاجرين بالقرب من طرابلوس أسفر عن مقتل 53 شخصا وهو هجوم تم من قبل الإمارات على الأرجح وبحسب المحلل في معهد كلينغدل الهولندي جليل هرشاوي فإن طائرات ميراج الإماراتية التي تنطلق من قاعدة جوية مصرية تدعم حفتر باستمرار منذ يونيو عام 2019 وهي المتهم الرئيسي بقصف قاعدة الوطية في الرابع من يونيو الماضي ويختم الكاتب بأنه الآن ومع عودة قاعدة الوطية الجوية إلى العمل ربما تفكر تركيا في إشاء قاعدة لطائرات F-16 هناك إلا أن جلب هذه الطائرات الأمريكية قد يعتمد على موافقة الولايات المتحدة التي قال الهرشاوي إن الكرة في ملعبها الآن كان مشاهدين هذا كل شيء في حلقة هذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع القادم شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة